فضيرة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نتأمل ونتدبر في أسماء الله الحسنة وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم الحليم من أسماء الله الحسنة وورد فيه القرآن 12 مرة 12 مرة ورد في القرآن ما معنى هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد معنى كلمة حليم مأخوزة من الحلم هو طبعا يعني ذو الصفح أو مع الأناه الصفح مع الأناه وأيضا الذي لا يستفزه غضب غاضب ولا يعني معصية عاصن فيعمل إلى هذه الأمور الصفحة الأناه يعني يصفح ثم يتأنى يعني يصبر الأناه هو معنى الحليم يعني الذي لا تسرع في العقوبة يا صبر لا تسرع في العقوبة وإنما يتأنى ويعني دم شكل عام بالنسبة إليه سبحانه وتعالى هو فعلا أنه الحليم يعني الذي لا يعجل بعقوبة العباد تأتي هنا مرة أخرى ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دم إذن وصابر عليهم وحليم حتى نقول حليم وكريم وألا ده في الحديث الشريف دائما لا إله إلا الله الحليم والحكيم يعني إذا حل به كرب كان يدعو بهذا الدعاء وهو بهذا المعنى اسمه من أسماء الله التسعة والتسعين اللي هو يعني بمعنى لا نقول بمعنى الصبور وده إن شاء الله سنفرق بين الحليم والصبور وإن كان الحلم يستلزم الصبر يستلزم طبعا يستلزم الصبر لكنه ليس معناه هو الصبر بينهما فروق إن شاء الله نتضرق إليها مستقبلاً طيب على ذكر الفروق يا مولانا ما الفارق بين الحلم والحلم الحلم بكسر الحق والحلم بضمان نعم وهذا يعني كثير ما يشتبه على الناس فعندنا حلم وعندنا حلم حلم ده هو الفضيلة من أو يعني الصفة من الصفات من الفضائل يعني المطلوبة للإنسان أن يكون حليما حليما جاي من حلم لكن حلم ده بمعنى الرؤية في المنام فأيضاً الاختلاف يكون في أصل الفعل ثم في المصدر ثم ما اشتق منه فمثلاً أصل الفعل بالنسبة للحلم اللي هو فضيلة هو حلمة ما نقول شي حلمة بالنسبة للفضيلة نقول حلمة الرجل حلماً فهو حليم يعني حلمة حلماً حليم الثاني بقى اللي هو الرؤية أن نقول فيها حلمة حلماً فهو حالم نسيبك من كذا إنما بالنسبة للإنسان الحليم نقول عليه حليم بمعنى أنه عنده حلم الثاني نقول عليه حلم لأنه عنده حلم شف حلم أو شو طبعاً هذه اللغة العربية هو دقتها الشديدة في أنه يعني إذا تغيرت شكلة حرف المعنى يتغير